هؤلاء الأشخاص اسمعوا إلى صفاتهم الشخص الأول احذروا منهم وكونوا على كامل حذر من هؤلاء الأشخاص الشخص الأول هو الذي ينحني لك من دون سبب أو يقبلوا يدك طبعا يقبلوا يدك من غير أولادك أو بناتك فهذا الذي ينحني لك ويقبل يديك هذول على الأغلب على الأغلب يدبرون لك مقلب مثل ما يقولون عنه بصورة خوزاء كبيرة انتبه منهم احذر منهم يقولون حذر الشخص الثاني الذي يغتاب الآخرين في غيابهم قدامك يحكي لك بيمارس الغيبة والنميمة فهذا على الأغلب سيوصل كل أخبارك للناس ويخرب بيتك الشخص الثالث الذي يحذركم من التعامل مع أبوكم في الدم هذا الذي ينبهك أنه يحاول بعدك عن أبوك أو أبوك هذول الشر هذول ثلاث أشخاص أكثر الناس شرا على الأبناء